اغتيال ضابطاً في الأمن القومي برصاص مسلحين في العاصمة المؤقتة عدن تواصل اعتصام قبائل مرخى أمام معسكر العلم بشبوى للمطالبة بتسليم قتلة أبنائهم البنك الدولي يقول إن الأوضاع الاقتصادية باليمن تدهورت بسرعة كبيرة في هذا العام اهلا بكم والبداية في عدن حيث اغتال مسلحون ضابطاً أمنياً موالياً للشرعية في مديرية المنصورة هناك في وقت متأخر من مساء الثلاثاء وقال شهود عيان أن مسلحين على متن الدراجة النارية اغتالوا بالرصاص الضابط في جهاز الأمن القومي ناصر عبدالقادر الجعدني عند تقاطع حي الكثير بالمنصورة ووفقاً للشهود فإن الجعدني فارق الحياة لحظة إصابته في حين لا ذا الجنات بالفرار وهذه هي العملية الثانية التي تشهدها المدينة في أقل من 24 ساعة بعد محاولة اغتيال المسؤول المالي للهلال الأحمر التركي هذا وقد كانت الحكومة الشرعية قد دانت الاعتداء المسلح على موظف الهلال الأحمر التركي في العاصمة المؤقتة عدن وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن الجهات المختصة قامت بمتابعة القضية وملاحقة الجناء للضبط عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون إلى أبين حيث قال مصدر عسكري أن المعارك والمواجهات تجددت بين قوات الجيش والانتقالي شرقية المحافظة وضاف المصدر اليمن شباب أن المواجهات تجددت في جبهات الشيخ سالم والطرية على مشارف مدينة زنجبار وأشار المصدر إلى أن الانتقالي هاجم مواقع الجيش الأمر الذي اضطرت قوات الجيش للرد على ذلك الهجو تواصل قبائل السادة وعدد من القبائل الأخرى اعتصامها أمام معسكر العلم في شبوى حيث يتواجد دباط إماراتيون قالت مصادر يمن شباب أن القبائل تطالب بتسليم الجنود الإماراتيين قيادات النخبة الشبوانية إلى محكمة عتق وذلك على خلفية مقتل تسعة من أبنائهم في شهر يناير من العام الماضي في وقت سابق من الأسبوع قبل الماضي قصفت الطائرات الإماراتية أماكن قريبة من تواجد المعتصمين في اليوم الأول للاعتصام وكانت النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا قد داهمت مطلع العام الماضي قرية الهجر في مدرية مرخى السفلة قتلت تسعة من أبناء المنطقة بينهم أطفال بتغطية جوية من الطيران الإماراتي أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل للحوثيين الشمالية الضالع وبحسب مصادر عسكرية اليمن شباب فإن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة أفشلت محاولة تسلل للميليشيا من تجاه سيلة هجار إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش وبشكل مكثث مواقع وتجمعات للحوثيين في ذات القطاع وعلى أطراف منطقة حبيل العبد وسط أنباء عن سقوط قتل وجرح حوثيين قتل وأصيب خمسة من الميليشيا الحوثية في جبهة رحبة بجبل مراد جنوبية مأرب وأكد مصدر نحلي اليمن شباب مقتل ثلاثة وإصابة اثنين آخرين من ميليشيا الحوثي في حيد آل أحمد بجبهة رحبة وجبل مراد بعد محاولة تسلل للميليشيات هذا وقد دمرت مقاتلات التحالف منظومة صاروخية النوع سام سيكس ومدرعة بي أم بي ودبابة للحوثيين في مجزر شمالية مأرب وأكدت مصادر قبلية بأن الميليشيا كانت تنقل أسلحة ثقيلة إلى جنوب مجزر وتم استهدافها من قبل الطيران طالب المركز الأمريكي للعدالة دولة الإمارات بوقف إجراءة ترحيل معتقلين يمنيين سابقين في جوانتنامو إلى اليمن لوجود مخاطر محققة تهدد حياتهم وقال المركز في بان عنه إنه يتابع بقلق بالغ عزم دولة الإمارات ترحيل 18 معتقل يمني سابق ومعتقل روسي واحد من معتقل جوانتنامو وإرسالهم إلى اليمن كون أن عودتهم إلى اليمن تشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم ونقل المركز الحقوقي وفقا لمصادر مؤكدة أن السلطات الإماراتية أبلغت المعتقلين الثمانية عشر عن قرار ترحيلهم إلى اليمن تعمل إذن الإمارات على إفشال جهود الشرعية والحكومة بهدف خدمة إيران وأذرعها لتمكينها من ترسيخ نفوذها وتحقيق أطماعها في اليمن خشية أن يتعرض اقتصادها لضربة مدمرة من نظام طهران بحكم قربها الجغرافي منها ويبقى السؤال لماذا يستمر صمت السعودية حيال مدهنة الإمارات لإيران يتعظم قلق الإمارات على أمنها واقتصادها خوفا من إيران فتعمل جاهدة على تبديد هذا الخوف بخدمة وترسيخ النفوذ الإيراني في اليمن تفعل ذلك مستغلة نفوذها داخل التحالف الذي أعلنت قبل أكثر من عام انسحابها من المشاركة في عملياته العسكرية ضد الحوثيين لتتفرغ بشكل كامل لمهاجمة الشرعية ودعم وتسليح الانفصاليين على أنها لا تحمي أمنها واقتصادها بتقديم شمال اليمن قربانا لإيران وحسب بل تعمل لضمان عدم تعرضها للاستهداف من قبل جيرانها الإيرانيين على حساب الأمن الوطني والقومي لجارتها السعودية عبر إضعاف دورها ونفوذها وفي المقابل تعزز نفوذ إيران بتثبيت التهديد الخطير الذي تشكله على أمن ومصالح السعودية التي تقابل لعب حليفتها الإمارات بمزيد من التدليل والمداعبة وفي معظم الأحيان بمزيد من الخضوع إذن كيف تتوافق الإمارات مع إيران في اليمن؟ تبدو الإجابة متجسدة بشكل واضح في سياسات وسلوك وممارسات الإماراتيين على الأرض إضافة لذلك فقد صلت التقارير الدولية الضوء على توافق وتكامل وتصالح المصالح الإيرانية والإماراتية في اليمن في أحدث تقرير لتوماس جونو وهم من كبار الباحثين الدوليين يشرح توافق العامل الإيراني مع حسابات الإمارات في اليمن مؤكدا على أن مواجهة إيران ليست هدفا لتواجدها ضمن التحالف العربي بل ينقل عن مصدر مقرب من الحكومة الإماراتية قوله إن الإمارات موجودة في اليمن بسبب السعودية وليس بسبب إيران وفي الوقت نفسه يشير أن سياسة أبوظبي لا تضخم من التهديد الإيراني ولا ترى أن الحوطيين بيادق في يد إيران على عكس ما تفعل حليفتها السعودية لكن لماذا تتوافق الإمارات مع إيران على هذا النحو في اليمن؟ يعز التقرير ذلك إلى خوفها من إيران نتيجة قرب موقعها منها واعتماد اقتصادها على التجارة البحرية الواقعة تحت رحمة الإيرانيين إلى جانب شعورها بقلق متزيد من تعرضها للاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة وهكذا أصبح موقف الإمارات تصالحيا أكثر تجاه إيران وذلك يطرح موجة من التساؤلات بشأن موقف الحكومة الشرعية والسعودية سيرت مؤسسة وطن التنموية بالتعاون مع حرائر صنعاء قافلة غذائية لأبطال الأمن في مدينة مأرب ووفقا للمشاركات على القافلة فإن دعم ومساندة الأبطال في الأمن والجيش واجب على الجميع للدفاع عن الدين والعرض والوطن وهو من صميم المسؤولية الوطنية والتاريخية أمام الوطن والشعب قال تقرير حديث للبنك الدولي إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية في اليمن تدهورت بشكل أكبر في هذا العام متأثرة بانخفاض أسعار النفط العالمية والتداعيات الاقتصادية لكورونا وضعف القدرة على التعامل مع الأحداث المناخية والكوارث الطبيعية وأوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية تدهورت بشكل كبير مدفوعة بانخفاض صادرات النفط وتقليص حجم الدعم الإنساني والأمطار الغزيرة والفيضانات المدمرة وأشار إلى أن تجزئة سياسات الاقتصاد الكلي أدت إلى زيادة الضغط على الظروف الاقتصادية الهشة مع عواقب إنسانية خطيرة أعلنت السلطات الصحية تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ودي حضر موت وقالت لجنة مواجهة كورونا إنها سجلت حالة إصابة مؤكدة بالوباء في ودي حضر موت فيما لم تسجل أي حالة تعاف أو وفا وفي مدينة تعس حيث احتفت مدرسة النور لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لملتقى النور بتخرج عدد من حفظة كتاب الله تعالى وحثت فقرات الاحتفاء الشباب على حفظ كتاب الله ففيه تنتقل الآيات من الصطور إلى الصدور عملا بقول الرسول الكريم احفظ الله يحفظك نهاية نشر تذكير بأبرز ما جاء فيه اغتيال ضابط في الأمن القومي برصاص المسلحين في العاصمة المؤقتة عدن تواصل اعتصام قبائل مرخى أمام معسكر العالم بشبوى للمطالبة بتسليم قتلة أبنائهم البنك الدولي يقول إن الوضاع الاقتصادية باليمن تدهورت بسرعة كبيرة في هذا العام ختام النشر في أمان الله اشتركوا في القناة